بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نستعرض هنا طريقة ليمكن أن يستفيد فيها المترجم من المتدرب في بعض المهام الخاصة بالترجمة نحن نعلم أن المترجمة لا وقت لديه دائما من أجل أن يجلس إلى المتدرب ويعلمه مهنة الترجمة بسبب ضيق الوقت في الوقت نفسه نلاحظ أن المتدربين ليسوا جميعا بمستوى جيد للأداء لكي يقدم ترجمة يمكن تحريرها من أجل أن يستخدمها المترجم فلذلك نقترح هنا أن نغير مسمى المتدرب إلى مسمى آخر يساعدنا وهو مسمى مساعد المترجم في هذا السيناريو سوف نفترض أن المترجم لديه هذه الفقرة ويريد أن يترجمها وهي جزء من كتاب لنفرض فما هي الطريقة التي يمكن أن يستفيد منها من المتدرب الطريقة التي نقترحه هنا أن يستخدم المترجم أصلا برامج المساعدة في الترجمة المساعدة بالترجمة مساعد كات تولز تسمى أدوات كات وهنا في برنامج ميموكيو على سبيل المثال لا شك أن المترجم سيحتاج إلى مصطلحات وعبالات من أجل تسهيل عمله ومضاعفة أدائه فهنا الذي أطلبه من المتدرب أقول له أريدك أن تضع العبارات والكلمات المصطلحات التي تجدها مهمة في هذا الجدول وبعد ذلك سوف أضعها أنا بالإنجليزية ثم نحولها إلى ميموكيو وذلك من أجل تسهيل عملية الترجمة فأنا سأطلب إليه ضع إلى حد ما ومن أجل أن تكون الترجمة مفيدة لي أنا بالنسبة لي ميموكيو أطلب إليك أن تضع وإلى حد ما بمعنى آخر ضع الحروف العطف مثلا الآن طرق على سبيل المثال طرق العمل الداخلي طرق أقول للمتدرب رجاء أن نضع كلمة طرق وضع كلمة الطرق وبالطرق وأيضا للطرق يعني الذي يعمل على برنامج ميموكيو وترادوس وغيرها يعرف لماذا وضعنا هذه الطريقة فإذا لنفرض طرق معناها ويز على سبيل المثال أو منهجيات مثل دولاجز أو ما شابه ذلك فأطلب إلى المتدرب أن يضع الخيارات الأخرى لأنها ستساعدني كثيرا فهنا سوف يكرر العبارة ذاتها دون أي مشكلة لحزب سياسي مثلا لحزب سياسي هذه أريدها أنا لنفرض أنا كمترجم أريدها هكذا على المتدرب الآن أن يكتب الحزب السياسي للحزب السياسي ويعني أي تركيبات مفيدة نلاحظ أن المتدرب الآن سيتعرض إلى المصطلح عدة مرات وهذا سيجعله يحفظ المصطلح يحفظه وبالوقت نفسه يساعد برنامج ميموكيو على العثور على المقابلات الخاصة بهذه الكلمات قوى مثلا ترجمناها powers على السميثال فيأتي المتدرب المطلوب منها أن يكتب القوى للقوى أيضا الثقافة السياسية مثلا كلمة الثقافة معناها culture ومرة أخرى على المتدرب المساعد للمدرجم أن يكتب مثلا للثقافة بالثقافة لأننا في النهاية نريد أن تظهر كلمة ثقافة وحتى لو كان هناك حروف جر قبلها هذه من مشكلات برامج الكاتورز أنها قد لا تتعرف على الكلمة إذا كان بدايتها حرف جر في هذه الطريقة لاحظوا أننا لو هذه الفقرة جمعناها بهذه الطريقة التي ذكرت ستكون لدينا حصيلة هائلة من المفردات التي يمكن أن تعلمها المتدرب في الوقت نفسه سيسهل الأمر على المترجم لأنها ستدخل داخل برنامج ميموكيو وستظهر المترجم مباشرة بمجرد اتباعتي أو لحرف في ذلك هذه الملاحظات التي قدمتها الآن في هذه المداخلة حول ما يتعلق باستخدام برنامج ميموكيو والاستعانة في المتدربين بذلك هذه القضية قد لا يفهمها إلا الذين يعملون على برنامج ميموكيو فإذا كان هناك أي سؤال أو استفسار يمكنكم التباصل معي بهذا الشأن هذا هو عنواني على البريد الإيكتروني وتذكروا دائما أن الهدف كان في هذه الملاحظة المداخلة هو في الواقع حل مشكلة وقت المترجم لأن المترجم يريد أن يحصل على أكبر فائدة في أقل فترة الزمنية ليس متفرغا لذلك للمتدربين أما المتدرب يريد أن يساعده أحد فإذا كان مستواه ضعيف يريد أن ينمي حصيلته اللغوية فهذه طريقة من الطرق التي يمكن أن يستفيد منها المتدرب في تقوية حصيلته اللغوية ويمكن أن يستفيد المترجم مستفادة كبيرة جدا من المتدرب الذي يساعده في عمله هنا الآن لا يوجد لدينا تضارب المصالح بينهما بل يوجد دور تكميلي واحدة منهما للآخر هذه كما قلت إحدى الطرق التي نحتاج إليها نحن المترجمون أن يساعدنا أحد المتدربين فيها في برامج ميموكيو كما ذكرت قد لا تكون طريقة مفهومة لمن لا يعمل على برنامج ميموكيو أو على برنامج ترادوس لأننا بعد إنهاء هذا الجدول سوف ندخله إلى ميموكيو من أجل مساعدة المترجم في عمله هذا هو عنواني على البريد الإلكتروني نتمنى لكم كل فائدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته